اشتركوا في القناة تؤدي رسالتها النبيلة في خدمة الوطن بكل كفاءة واقتدار على التزامها الراسخ بشرف المهنة الصحفية وتمسكها بأمانة الكلمة والموضوعية في إطار من المسؤولية التي تدعم جهود الوطن في مسار التنمية وتحافظ على مكتسباته إننا إذ نشارك المجتمع الدولي احتفاله بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحمل هذا العام شعار صحافة من أجل الكوكب الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية لنؤكد محورية دور الصحافة في مساندة جهود الدول والحكومات لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي باعتبارها احتياجات رئيسية لا غنى عنها من أجل نماء الإنسان وازدهاره وتشكل تأثيرات تغير المناخ تحديا حقيقيا يهدد السلامة والاستقرار الدولي ومستقبل البشرية ما يتطلب تكاتف الجميع لضمان تحقيق الأمن البيئي العالمي وهو الأمر الذي يزيد من أهمية دور الصحافة في رفع الوعي المحلي والعالمي من خلال نشر المعلومات والبيانات الصحيحة وتحفيز المجتمعات للمبادرة من أجل الحفاظ على البيئة إننا في مملكة البحرين وضمن مساعينا نحو تعزيز التنمية المستدامة فقد أولينا قضايا البيئة والحفاظ عليها اهتماما واسعا من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات والخطط الوطنية وأكدت المملكة التزامها باتفاقية باريس وما أعلنت عنه في قمة جلاسكو بشأن خفض الانبعاثات وقامت بإطلاق خطة العمل الوطنية بلوبرينت بحرين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام الفين وستين وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة وصندوق تكنولوجيا المناخ وغيرها من المبادرات وذلك كله ضمن مساعي مملكة البحرين للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وبما يصب في دعم جهود المجتمع الدولي نحو عالم أكثر جودة للحياة وفي هذا السياق نود أن نعرب عن تقديرنا الكبير لجهود ولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وقيادته لجهود الحكومة لتحقيق ما نتطلع إليه من نماء للوطن وتقدمه ومتابعته لما يتم بذله في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ونشد في هذا المقام على يد صحافتنا وإعلامنا الوطني لمواصلة الاهتمام بقضايا البيئة وتعزيز الرسائل والمضامين التي ترتقي بوعي الفرد والمجتمع تجاه القضايا البيئية وتأثيراتها تماشيا مع ما تقوم به مملكة البحرين من خطوات في هذا المجال الحيوي ونؤكد في هذه المناسبة اعتزازنا بالكوادر الصحفية والإعلامية البحرينية وما توليه من حرص على تنمية مهاراتها بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في ظل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي متمنين لهم استمرار مسيرة عطائهم وإبداعهم في كل ما يعزز من مكانة مملكة البحرين باعتبارها مركزا حضريا على مستوى المنطقة ولا شك أن التزام صحافتنا الوطنية بالإطار الدستوري والقانوني الداعم والمساند لحرية الصحافة قد مكنها من أن تمارس دورها بكل انفتاح لتكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في نهضة الوطن وازدهاره والتي نعتبرها اليوم مثالا للكلمة الصادقة والحرة التي تعكس نبض المجتمع وتطلعاته إن اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي الفين وأربعة وعشرين من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب لا يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها صحافتنا وإعلامنا الوطني في ظل التزامهما بالقيم الصحفية الأصيلة وإننا نتطلع إلى أن يدفع هذا الاختيار إلى مزيد من التعاون والتلاقي العربي خاصة مع استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين منتصف الشهر الجاري ونثمن بهذه المناسبة الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام نحو مزيد من الارتقاء والتطور للعمل الصحفي والإعلامي مقدرين اهتمامها بالكوادر الصحفية والإعلامية الشابة وتأهيلها لتكون على قدر المسئولية في التعبير عن نهضة الوطن والحفاظ على هويته الوطنية كما نشيد بإسهامات المؤسسات الصحفية الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية في دعم ومساندة جهود النماء والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين والتزامها بالتقديم رسالة إعلامية رصينة وفقا للمعايير والقيم المهنية مثمنين للأسرة الصحفية بل متمنين للأسرة الصحفية في مملكة البحرين دوام النجاح والتوفيق حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر